يعني أنا مش عارف أقول لكم إيه بصراحة بس أكبر ترند طالع اليومين دول طالع في كل حتة بقى على تيك توك على انستجام على تويتر في كل حتة طالعين لي كوزبارة وأسماء جلال مبدئياً ترند عشوائي جداً يعني إيه اللي ممكن يجمع كوزبارة بأسماء جلال وكل إعلان ده عشوائي أصلاً الكاست كله بجد الناس مش رهد ببعض تماماً يعني خالص بس طالع رومرس كتير قوي وكلام كتير قوي داير إنه أسماء جلال وكوزبارة ارتبطوا هل فيما بينهم حاجة اللي بينزلوا فيديوهات كتير مع بعض؟ مرتبطوش ولا حاجة يا جماعة شلق أوت في الراحة أبقى سن أي روجل ست بيشوفوهم مع بعض في أي ساتنج أي إن كان خلاص بيبقى فيه إشعاعات إن هما مرتبطين مش عارفة بس هما علشان ممكن هو بصراحة كوزبارة يعني نتفق أو نختلف معايا فيه ناس كتير قوي بتحبه شايف أنا دمه خفيف ولطيف وظريف ناس تانية كتير كانت بتستقل دمه شايفة إن هو يعني خلاص راكب الموجة وقاعد بيعوم فيها بقى مش راضي ينزل من عليها بس هو فعلا نزل فيديو مع أسماء جلال وكانوا بيهزروا مع بعض وطلع بيوجه رسالة للناس وبيقول الناس اشتغل لحد ما أسماء جلال تبقى مراتك وبيجابها فهو بيقول كده في الفيديو وبيجابها في الفيديو فالناس كلها قالت ايه ده يعني ايه اشتغل لحد ما أسماء جلال تبقى مراتك يعني انت اشتغلت وتعبت فأسماء جلال دلوقتي مراتك هو ده اللي انت عايز تقوله ولا ايه؟ فاهمة نتحاول لتاخدها كلغز يعني بس لأ هم مش مراته هم مش مرتبطين وده هزار وده دحك بس شيرين بتقول لنا كومنتا انت فيكي شكل من أسماء جلال بعد ما عملت التجميل الكتير اللي حلاها ده انا ما عرفش اصداء انا ولا امتي لو يعني حقولي فرح ولا ملك بس ودي أظن حاجة حلوة حاجة حلوة جدا بس ودي أسماء جلال حلوة بصراحة بذات ان اسماء جلال دلوقتي هي فتاة احلام شباب كتير جدا في مصر يعني بوشها بقى برضو رجالة كتير قوي وولاد كتير قوي شايفين ان هي خلاص معايير الجمال بقت موجودة في أسماء جلال انا مبتوطة انه انه there is a move towards اكتر بروناتس يعني احس انه زمان كان اي حد بلند ملون هو ده اللي فهمها هو ده اللي عليه الهايب هو ده اللي عليه الهاتنشن بس دلوقتي بقى الهايب اكتر على بس يا ستي فالطول بقى الفترة اللي فاتت دي بينزلوا مع بعض فيديوز كتيرة جدا فيديوز طريفة طبعا في الاولى في الاخر هم عاملين مع بعض اعلان فأظن ان هما بيحاولوا ان هما يخلوا الناس تتكلم في اي حاجة علشان الاعلان يتشاهروا وبصراحة الاعلان ناجح ومتشاف مع ان الاعلان فيه تقريبا اربعة مشاهير او خمسة كمان بس كوزبارا واسماء جلال هما الاتنين بس المتصدرين الترند يعني الناس تغادت تماما عن الاعلان كله ومسكت في حتة اسماء جلال ومسكت في حتة ايه كوزبارا دافنت لي بالذات ان هو كمان الحتة اللي هي بتحط ايديها على كتفه ومعرفش ايه وهم عدمهم خفيف هما التين مع بعض بصراحة هم بلطيف اوي تفتكري ممكن نشوفهم في حاجة مع بعض؟ حاسة انه ممكن انا اصلا مستغربة جدا حاسة انه انا بحب اسماء جلال جدا بس حاسة انه موضوع يعني عشوائي اوي ان هي طالعة تغني يعني حاسة ان هما ليه الكاستنج ده بس اكيد اظن هما باختارين الناس that are trending at the moment عشان عارفنين ان ده هيعمل attraction على الاعلام اهم لاف راج بيقول لنا انتو احلى من اسماء جلالي ربنا يتبر بخطرك الله يشكر حد بيقوله اللي بشتك از اوي صافر انت اجيل لا بشتكوم انت مبارح تقريبا وعبد الفتاح بيقول لنا اسماء مش هترتبط بكوزبارا اكيد اسماء مش هترتبط بكوزبارا انا انا لا اقل بصراحة مش متخيل ان هما ممكن اي ا organized اي اujeل او اضغر منها مش هعارفة بس بس ا背 من جلال ازماء جلالي العلوطول بيتمع عليها اسماء يعني الكلام ان هي ترسبت بناس وصاة اصلا بالقلية اللي growing in her too ولا ارتبطت بحد ولا جت جمع بحد ومشا في طريقها وشايف شغلها انا بحاولها اعرف كوزبارا عنده كم صاد ه Present نورا بتقول لنا منو كوزبارا كوزبارا ممثل مصري تقدرون انتو تشوفوا الفيديو او بيغني كمان الطريق هيلعب لنا دلوقتي الاست تقدروا تتفرجوا على الفيديو برضو احنا منتكلم كده عشان يكون قدامكم وتكونوا عارفين احنا منتكلم عن اي بصدبت عبدالفتاح بيقول لنا هتتطبط بتوليت ممكن وظهر ويرد اماجين توليت كوزبارا ماجين يتبقى حلم العصر انت شفتي دلوقتي بيطلعوا بالفوتوشوب بيشيلوا الماسك بتاع توليت وبيطلعوا مثلا وش عبدالبسط حمو ده وش عمو بيك بجد احنا مصري خيالنا واسع جدا يا جماعة لو حد يعرف كوزبارا وليد كم عشان مفيش اي انفورميشن اكشلي انه هو عنده كم سنة بس انا اظن انه هو اصغر من اظن انه هو اصغر منها دفيني يعني I don't know I guess they could be the same age مش عارفة بس في شوية كومنز برضو متحكة بتقول لنا مثلا كوزبار ده توابل وحد تاني بيقول لنا هموت وعرف كوزبارا عنده كم سنة بجد قدار يتعرف لنا يا فرح كوزبارا عنده كم سنة كوزبارا مش عارفين الناس هتموت وتعرف هنشوف الموضوع ده هنريبورت باك لكو يا جماعة بس انا بقول I speak into do you think they're the same age حاسة ممكن اسمها جلال اكبر شوية متحيئة دي او اه يعني فكرة اصلا برضو صغيرة ايو بس انا بحيث انه يمكن ده جلام والحاجات دي كلها بيخموا الناس شوية اه حد بيقول لنا عنده 28 سنة ممكن حسنا ممكن يكون اصغر برضو مستحيل حد كتب حد بيقول موليد 95 92 92 موليد 92 حد اصلا كتب المغني كوزبارا موليد 83 حد كتب كده على جوجل this is definitely fake news يعني مش مظنش نوم مولود تقتل 80 مبسوطة قوي بعدد الفيوز اللي جايين لنا دلوقتي احنا داخلين على المتين فيو خلينا برضو نبدأ نشاري اللايب علشان يوصل الناس كتير قوي عاجبني ان احنا منتكلم بحاجة عشوائية موت قوي عاديم مندور على سنك وزبارا كام علي بيقول لنا طلع كوزبارا شخص هو لسه مستوي بكل ده يعني الله يسمح اللي كان السبب في اختلاف الثقافات انت بقى قولك حاجة صادمة جدا تعرفوا اسم كوزبارا الحقيقي ايه قولونا في الكمنتز دلوقتي لو حد يعرف اسم كوزبارا الحقيقي ايه قولونا في الكمنتز انا عايزة عارف ايه السبب اسم الشهرة مش عارف مش عارفة بصراحة بس تقريبا هو كان بينادوه في الحتة وفي المنطقة وكده ايه ده هو مشكل اسمه في الفيلم برضو حتة يعني لك توفة الحتة سوزي بتقول لنا شكلها قد ممتو حرام عليك يا سوزي حرام عليك لأ منظن شلية شكلها قد ممتو بس شكلها اكبر منه سنة ايه جماعة ده كومنتز كتير قوي بتقول لنا ان هو اسمه احمد وانا شفت له فيديو وهو بيقوله ان هو كان اسمه قازم لا اسمه احمد احمد بحش ايه ده اه متحذريش الله يا لهوي انا مين كازم انا فاكرة كويس قوي ان هو قل قبل كده ان هو اسمه كازم حتى قلها بطريقة كيوت جدا ان تضحك عليه كده كازم اسمه احمد بحش انا بتطايب كل الكمنتز دي ايه ده مانوار بتقول لنا اسمه كازم ايوه برضو اسمه كازم يا جماعة اسمه احمد بحش يا مانوار لو سمحت يا مانوار مانوار is our co-host for the show برضو ايوه عبد الفتح بيقولك موليد 83 برضو على جوجل الموليد 83 بس هو شكله صغير اصغر من كده بكتير مش عارفة بصراحة عندنا دلوقتي 240 فيو في التيك توك لايف عدد كبير جدا مبسوطة قوي قوي